بعد انتشار فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي بظهور عامل نظافة بيرفض أحد المطاعم استقباله بسبب ملابسه وهذا الفيديو أصار غضب شريحة كبيرة جدا من الشعب المصري والفنانين ومن بينهم الفنان أحمد العوضي إذ وجه رسالة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك لهذا العامل بيدعوه فيها إلى تناول الطعام معه حيث قال ما تزعلش يا أخويا أنا أخوك ولو أعرف مكانك هاجي أخدك وناكل أحلى أكل مع بعض وبالفعل استضاف الفنان أحمد العوضي عامل النظافة المعروف إعلاميا بصاحب وقعة محل الكشري ونشر صورة له معه داخل أحد المطاعم معلقا عليها أخويا محمد الجدع وأضاف محمد هيستلم شغله من بكرة صائق نقل شغلته الأساسية في مطعم أسماك وبعد هذه الوقعة التي أصارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وهي الطرد هذا العامل من أمام أحد المحلات المقابل أصدر المطعم بيانا أكد فيه أنه قام بالتحقيق بما حدث معتبرا أنه سوء تفاهم مؤكدا قيام إدارة المطاعم بمعاقبة الموظف المسؤول وشريحة كبيرة جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أن الفنان أحمد العوضي بيعمل شوه وحاجة زي كده كان مفروض يعملها في السر ورد أحمد العوضي بفيديو على فيسبوك قائلا الناس اللي بتقول ده شوه وصورت الراجل والكلام ده لو أخوك عنده مشكلة في الشارع بتجيب حقه قدام الناس في المكان اللي اتعمل عليه نمرى فيه اللي بينك وبين ربنا الصدقة أنا موريتش إديته كام ولا عملت له إيه أنا جبرت بخطره لأن من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر وأضاف الراجل اتكسر قدام الناس في حقيقة طلعه منصور قدام الناس برضو لو ربنا مديني شهرة إني أستخدمها ربنا إديني الشهرة لسبب وباستخدمها في السبب اللي يرضي ربنا ودي حاجة بيني وبين ربنا واستكمل حديثه يا عم قالدني دي حاجة كبيرة إنك تفتح له باب رزق وأنا ربنا جعلني سبب لوظفته الجديدة أنا مش ناقص شهرة بس بصدر لك حاجة كويسة لو عايز تقلدني قلدني إنك تجبر خاطر الناس وربنا يقدرنا على فعل الخير وطبعا دي حاجة تحسب للفنان الجميل أحمد العوضي لأن طبعا مفيش أجمل من جبر الخواطر إن الإنسان يكون سبب في سعادة إنسان وإن يكون سبب في رزق إنسان أكيد طبعا ربنا يبركله لإن طبعا حاجة كبيرة جدا عند ربنا لإن فعلا هو فنان جميل ومعروف إنه طول عمره شهم وجدع وإحنا طبعا بنتمناله كل السعادة وكل التوفيق في حياته وإن دايما يمتعنا بأعمال فنية جيدة